تريند صدر السوشيال ميديا وهو تريند مرض ربنا يعافيها يا رب كين دعلوش كانت في مقابلة مع الإعلامية الكبيرة منشازلي وتكلموا عن المرض وعن العلاج وتكلمت ازاي اكتشفت المرض من أول ما كانت حامل أو لما ولدت ابنها كريم وتكلمت بإيطالة عن كل حاجة طبعا أنا من دقيقة جدا والله العظيم من بارح عشان هقول لكم ليه هقول لكم في كده كم حاجة لازم نتكلم عن الموضوع ده تحديدا ولكن عايزة أقول لكم قالت ايه تحديدا كين ده حكت كين ده علوش عن بداية معرفتها بإصابتها بسرطان الثادي وقالت ان هي اطلقيت الخبر بهدوء وشعري كله وقعوا بعد تسع شهور من رضاعة ابني كريم حسيت اني عندي مشكلة في احدى الثاديين ولما كشفت اكتشفت اني عندي أكتر من ورم خبيث تلقيت الخبر بهدوء وسكينة ولم أنهار وعمر يوسف طبعا جوزي كان مرعوب أكتر مني والنهار ده يبقى بقالي تقريبا سنة وشهر بتعالج ولسه عندي لسه بتلقى جرعات العلاج قالت كمان انه تكلمت عن الموقف الشهم للاعبنا ولمنفتخر فيه كلنا نجم لابيربول محمد صلاح بعد ما عارف مرضها من أحد الأصدقاء كلم عمرو يوسف وقال له ان انا بيتي في لندن جاهز امتى ما حبيته ان تتيجه هنا وتعمله تحليل وعرض خدماته وكان رجع يكلمها مرة تانية وطمن عليها ودعالها وكان بيقول برضو انه هو اتفاجئ ان هي بتتكلم بكل رحابة صدره وحتى في الانترفيو مبارح تشوفوا قد ايه هي سبحان الله ربنا كده بيحط الصبر والسكينة جوه قلب المريض يعني عشان تعرفوا ان ده بيبقى اختبار من رب العالمين وقد ايه هي انسانة ما شاء الله عليها عندها رحابة صدر وعندها ايمان وثقة برب العالمين اللي عايزة اقوله زي ما كل الناس بتدعي لك ان دعالوش انه يا رب يا رب ربنا يعافيك يا رب ويا رب ما حد يربي عيالك غيرك انتي ويا رب يفضلوا معاك الاخر يوم في عمرك وتشوفيهم احسن الناس في الدنيا وتحضر يفرحهم فرح عيالهم برضو طيب انا ليه بتكلم في الموضوع ده النهار ده عشان لازم نتعلم حاجة مهمة جدا احنا كمجتمع لما بتنزل صورة لأي حد زي الصورة اللي كانت نازلة زمان لكين دعالوش لو تفتكروا كانت مع الفرح يمكن كانت تخنت شوية وكانت لما شعرها كان شعرها بتدا يقع ما فيش حد ما تنمر على الصورة دي قد ايه انتو دلوقتي صغيرين قد كده قد ايه انتو ملكمش قيمة اصلا في المجتمع لما تعرفوا ان انتو كنتو بتتنمروا على نجمة وبعيدا عن هي نجمة كنتو بتتنمروا على انسانة وام وزوجة بتتعالج وانتو ما كنتوش عارفين ان هي بتتعالج وفي حاجات لازم تعرفوها ان اللي بياخد كيمو اللي بياخد العلاج الكيموي جسمه بيخزن مية بسبب ادوية كتير وسبب الكورتيزون وسبب العلاج الاشعاعي وحاجات كتير فهي ما كانتش ده مش اكل يعني دي هي مش ما تخنتش عشان اكل ده عشان الجسم بيعبي مية او بيخزن مية دي اول حاجة فياريت قبل ما نتنمر وندي احكام ونبقى عايزين بس نحنا نجوج او نحنا نحكم على اي حد لازم نعرف وبيعدي في ايه دي اول حاجة حاجة تانية فيه حوار مهم قوي انه والحمد لله انه كند اكتشفت الموضوع ده دلوقتي عشان زي ما قلنا قبل كده ولما استضفنا هنا المدير مدير مؤسسة بهية لعلاج سرطان السادي زي لو تفتكروا انه قال لنا كلمة ستات كتير مش فهمة معناها انه الكانسر او سرطان السادي لو اكتشفناه بدري وفي اول مراحله بنقدر ان احنا نتعامل معاك انه برد فلو سمحتو خلي تبقى كنده هي زي رسالة لنا كلنا نحنا نكشف الكاشف المبكر لسرطان السادي ولعلها تكون دي رسالة ربنا اراد ان هو يخليها سبب في علاج السيدات وستات كتير اوي بتملالها تاني يا شفاء ربنا يشفيك يا رب ويخليك لعالتك ويخلي عالتك ليك يا رب اشتركوا في القناة